موسيقى موسيقى أهلا وسهلا بكم عزيزان مشاهدين إلى حلقة جديدة من فضاء حر والتي نناقش فيها كيف ساهمت ولا زالت الأدوات المدنية في تميع المشهد السياسي في اليمن خاصة ونحن على أعتاب مباحثات السلام في الكويت موسيقى تحركت الميليشيا للسيطرة على المدن فسقطت المدينة تلو المدينة والمعسكر تلو الآخر وانهارت الدولة في غضون أيام وكأنها كانت بيتا من ورق لا مؤسسات راسخة منذ عشرات السنين ساهمت عوامل كثيرة في الانهيار السريع من بينها كما يرى مراقبون تخاذل الكثير من النخب السياسية والمثقفة في الدفاع عن كيان الدولة وفي مقدمتهم إعلاميون وكتاب وناشطون وذلك من خلال إما الترويج لمبررات الإنقلابيين وإما التهوين من مخاطر هذه الحركة على مستقبل الدولة والمجتمع وإما من خلال صرف الأنظار عن جرائمها وأخطائها إلى قضايا جزئية ومعارك زائفة ويأتي الحديث عن هذه الجزئية لكونها لا زالت تمثل عائقا أمام مشروع السلام واستعادة الدولة في ظل استمرار جهود التضليل والتعميم في الخطاب الإعلامي والحقوقي للإنقلاب خاصة واليمنيون يتطلعون إلى مخرج حقيقي من وضع الحرب واللا دولة الجاثم على أنفاسهم منذ ما يزيد عن عام وللوقوف على هذه الإشكالية وعلاقتها بالمستجدات السياسية والميدانية ستكون حلقتنا لهذا الأسبوع من فضاء حر مع ضيفينا من تعز الكاتب والصحفي عبد العزيز المجيدي ومن بيروت الكاتب والسياسي اليمني علي البخيتي أرحب بكما ضيفي الكريمين وأطلب منكما الإجابة على السؤال المشترك بشكل مختصر والبداية معك سيدة البخيتي هل تتحمل القوى المدنية في البلد مسؤولية الحرب والاقتتال التي وصلنا إليها هل كان بوسعها الوقوف في وجه الإنقلاب وإجهاضه قبل أن يكون؟ باعتقادي أن القوى المدنية أضعف من أن تقوم بهذا الدور وهذا الدور أساسا ليس دورها هذا الدور القوى السياسية الأخرى ومراكز النفوذة الأخرى التي كانت موجودة على الساحة باعتقادي أن أغلب القوى النائمة في اليمن والمراكز الإعلامية والمطابق الإعلامية هي تتبع أطراف الصراع وبالتالي هي تتمترس غالبا مع طرف من الأطراف وتحاول التبرير لما يقوم به بشتى الوسائل لا توجد وسائل حيادية إلا ما ندر وإن وجدت فهي ضعيفة وغير ممولة الإعلام أصبح مسيسا الإعلام أصبح مدعوما سواء من الأطراف التي في الداخل أو من دول إقليمية أو حتى من منظمات دولية وبالتالي الإعلام هو جزء من المعركة وهو أشبه بالإعلام الحربي منه إلى الإعلام الحيادي نعم السيد عبد العزيز المجيدي أعتقد بأن القانب المدني والإعلامي في جزمين وفر إلى حد كبير غطاء للعملية البشعة التي تعرضت لها الدولة من انقلاب وتقويض لمؤسسة الدولة ولسلم الاجتماعي اليمني وبالتالي ذهبت تركض لتبرير ما يحدث والحديث عن ثورات وعن ثورات شعبية وعن إسقاط قرع وعن قصص كثيرة في هذا الاتقاه الإعلام والطواقف المجتمع المدني أو ما يمكن تسميته بدكاكين المجتمع المدني في اليمن هي بالضرورة تعمل وفق أجندا ومصالح خاصة تخص أصحابها بالدرجة الرئيسية بالإضافة إلى أن هناك وسائل الإعلام كثيرة ارتبطت بمشاريع إقليمية وبأطرف خارجية واصبحت أيضا تسوق فكرة التكيف مع الميليشيا وسيطرتها على البلاد تحت مسمى الثورة ومسميات أخرى كثيرة وبالتالي أعتقد أنها ساهمت بتضليل الناس وفي تسويق هذا الخراب الذي يحدث في اليمن الله نعم هذا هو إذن موضوعنا أستاذ عبد العزيز المجيدي وطالما قد ركزت على هذه الجزئية بداية طبعا أشكركم ضيفي الكريمين وأدعوكم بما أنكم ركزتم على الإعلام تحديدا أدعوكم لمتابعة هذه المادة التي ترصد محطات من حرب حلف الإنقلاب على الإعلام كواحدة من الأدوات المدنية التي تقع على عاتقها مسؤولية الرصد والتوثيق وصناعة الرأي العام نذهب لمشاهدة المادة وثم نعود للنقاش ترجمة نانسي قنقر 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 يبدو أن الإعلام كان حصل على النصيب الأكبر في الانتهاكات خلال عام الإنقلاب لماذا برأيك كانت الميليشيا دائما حريصة على إسكاة الرأي الآخر والاستحواذ على المشهد الإعلامي بصورة كاملة سيد بوخيتي أولا من تقريركم يبدو واضحا أنه منحاز بشكل كامل ضد الحوثيين والمجموعات المؤيدة لهم وهذا طبيعي وهو موقف قناة اللقاء التقرير الذي ذكرنا الذي استعرضناه قبل قليل كيف؟ هل تقصد التقرير الذي تم استعراضه؟ نعم لأنا شاهدته عبر التليفون لأنه لا يوجد لدي قناة في الستوديو بالعكس نحن ذكرنا حتى انتهاكات الحكومة للإعلاميين وانتهاكات التحارف وانتهاكات القاعدة الأدري يعني بأي عين نظر شاهدته وتابعته إذن أنا يظهر أني لم أشاهد إلا جزء من التقرير لأنه لا يوجد القناة لدي المهم باعتقادي أن الانتهاكات ارتكبت من كل الأطراف حتما انتهاكات الحوثيين كانت أشد فتكا وتنكيلا لأنهم أصبحوا السلطة منذ بداية الأحداث والأطراف الأخرى التي كانت في السلطة قبل 21 سبتمبر 2014 مارست الكثير من الانتهاكات وبالتالي بقدر ما تملك من سلطة بقدر ما تتحمل من مسؤولية الحوثيين مارسوا الكثير من الانتهاكات ضد الصحفيين هناك الكثير منهم لا زالوا في السجون الآن هناك من قتل وهم في سجون الحوثيين نتيجة قارات كذلك من التحالف هناك من عذب محمود ياسين وهو كاتب وروائي وعذب الكثير من لا زال مثلا محمد قحطان إلى اليوم مسجون حمدي البكاري وزميل الصبرية اختطفه أبو العباس وهو أحد قادة ما يسمى بين قوسين بالمقاومة داخل تعز الكثير من الصحفيين حصل لهم مشاكل كذلك في عدن وبالتالي الانتهاكات تحصل للصحفيين من كل الأطراف تقريباً نعم لكن سؤالي عن نعم نعم السؤالي هو حول العمل الممنهج والمستمر والمتكرر لفئة الإعلامين من قبل الإنقلابين تحديداً وخاصةً يعني تحديداً ميليشيا الحوثي وكان السؤال لماذا تخاف الميليشيا من الضوء كل المجموعات التي لا تؤمن بوجود دولة سواء الحوثيين في صنعاء أو أبو العباس والمخلافي وغيرهم في تعز أو المجموعات المسلحة الموجودة في بعض المناطق في الجنوب هذه مجموعات تعمل تحت سقف الدولة سيد علي البخيتي أختي الكريمة فقط دعيني أكمل الفكرة أفمار أدي براحتك لا يمكن أن تمرر تتحدث عن تساوي بين المقاومة وبين ميليشيات الإنقلاب يعني المقاومة تعمل تحت سقف الدولة والجيش الوطني ردي بعد أن سمعيني هناك ضيف آخر يمكن أن يرد لأنه غالباً من تأجوية بعض المحور الآخر طيب دعني أنقل دعني أكمل الفكرة أختي أسوان أنا ضيف هنا لقناتكم فليس بهذا الشك هناك انتهاكات حصلت من الطرفين وأنا تحدثت عن ما قام به الحوثيين وأجب أن أتحدث عن ما حصل في تعز في تعز أنت تعرفين أنه تم سحل الكثير من الناس وذبحوا في الشوارع في تعز تعرفين أنه تم اختيار أسرة كاملة من بيت الرميمة من بيت الرميمة داخل بيوتهم وشهد بذلك الكاتب محمود ياسين وهو كاتب موضوعي ولا ينتمي لأحد إذن أنتم تتعاملون مع الحالات الفردية وتقارنوها بسياسة نعم أنتم إذن تتعاملون مع حالات فردية هنا وهناك وتقارنوها بالأداء والسلوك الممنهج لميليشيا الإنقلاب سأنقل هذه الأفكار إلى السيد عبد العزيز المقيد من تعز سيد عبد العزيز كيف تصف هذا الطرح كيف تعلق على هذا الطرح لسيد علي البخيتي وكيف تصف حجم المغالطات والمروغات التي سوقها عدد الإعلاميين والنشطين الحقوقيين والسياسيين أيضا في تضليل الرأي العام فيما يتعلق بالمشهد السياسي في البلد أختي الأزيزة دابة كثير من الناشطين والكتاب والمنظمات الحقوقية على قراءة الوضع باعتباره صراعا بين مجموعة أطراف وهذا المنطق دائما ما يسعى لفكرة التعويم القريمة وتحويلها إلى شكل من أشكال الصراع باعتبارها يعني قزم من المشكلة الناجمة عن صراع بين مراكز وأطراف تتقاتل وبالتالي ما يحدث هو شكل من أشكال الانتهاكات التي تحدث للجميع من الجميع وهذا منطق مغالط وينطوي على الكثير من التضليل عندما نتكلم مثلا عن جمعة الميليشيا الحوثية وكيف ارتكبت الانتهاكات الممنهجة منذ بدء الاقتحام صنعاء من إغلاق القنوات مصادرت حتى معدات الصحف وأيضا تسليمها وإنشاء صحف بديلة لتمارس شكل من أشكال الدعاية لمصلحة الميليشيات وبأدوات وتجهيزات صحف أخرى هناك سياسة ممنهجة متعمدة ارتكبتها الميليشيات وواصلت على هذا النهج طوال الفترة الماضية منظمات صحفيون بلا حدود قالت بأن جماعة الحوثيين تأتي بعد منظمة داعش في ارتكاب الانتهاكات بحق الصحفيين وبالتالي ما تمارسه هذه الميليشيات هو فضيع بكل ما للكلمة من معنى عندما يتم أخذ صحفيين إلى مواقع عسكرية ووضعهم دروع بشرية وكما حدث لعبدالله قابل والعزري في ذمار هذا أمر لم يحدث إلا من القاعدة القاعدة حصل وأن استخدمت الرهين الأمريكي في شبوى بهذه الطريقة وتم قصفه بطائرة بدون طيار نعم هو أيضا ذكر ذكر سيد علي بحيتي أيضا ذكر دعيني أكمل هذه النقطة فقط بفعل إسقاط الدولة الناس ذهبوا باتقاه الدفاع عن أنفسهم ونتق عن هذا أيضا مجامع مسلحة بادت تتصرف أيضا بشكل فيه شكل من أشكال الارتقال هناك اختطافات حصلت وانتهاكات لكن في نفس الوقت أنا أتمنى على جماعة الحوثيين أن تمارس هذا الحد من الانتهاك كما حصل مثلا لحمد البكاري أو عبد العزي الصبري أو غيرهم بحيث يتم اختطافهم لفترة محددة ويتم لفرق عنهم على الأقل من أقل طمعانة أهليهم لكن حتى اليوم هناك عشر أو ثلاثة عشر صحفي حتى الآن محتقزون ولا أحد يدري عنهم شيء هذه ميليشيات لا ترعوا عن فعل كل الموبقات بحق اليمنيون وبحق الصحفيين والإعلام بدرجة رئيسية وأعتقد أنها تخشى من الحقيقة تخشى من العدسة تخشى من القلم تخشى من الصحيفة تخشى من كل شيء يمكن أن يصلط الضوء على قرائمها وفضائها بحق اليمنيين نعم إذن سيد علي البخيتي بناء على ما طرحه الأستاذ عبد العزيز المجيدي هناك من يرى بأنه مجرد طرحكم لفكرة المقارنة بين ميليشيا الحوثي وأداءها وسلوكها المنهج وبين الحالات هذه الفردية هي أكبر خدمة يمكن أن يقدمها من يدعي الحياد أو نشاط الحقوقي لهذه الميليشيا عندما يضعها في خانة واحدة مع الدولة وفي خانة واحدة مع بعض أخطاء المقامة هنا أو هناك بينما هي في أحسن أحوالها هي جماعة إرهابية ربما عندما نريد أن نقارنها نقارنها مع القاعدة مع الداعش ومع هذه الجماعة الإرهابية التي تتساوى سلوكياتها مع بعضها أولا أنا لم أقارن وأنت قولتني ما لم أقول أنا قلت أن ممارسات الحوثيين أنت ذكرتهم في نفس السياق نعم نعم لاحظة سمعني أختي الكريمة يجب أن نفهم الواقع حتى نتحدث بموضوعية موقف قناتكم معروف وأنا لا أريد أن أغيرها لكن أنا وظيفتي أن أتحدث بما أراه أنه موضوعي نعم تفضل ولا أريد أن أوضع وكأني أدافع عن الحوثيين لأن هذا ملف آخر إذا قارننا المساحة التي يسيطر عليها الحوثيين والتي تقدر في أقل التقديرات بمئة وخمسين ألف كيلو متر مربع وقارننا المساحة التي يسيطر عليها عمود المخلافي وأبو العباس ومجموعة ما يسمى بالمقاومة في تعزة التي لا تتجاوز عشر كيلو متر مربع سنلاحظ أن الانتهاكة التي تحصل في هذه المواقع وعمليات الناب والسل والاعتداءات والاختطافات أكثر بكثير إذا حسبناها نسبة وتناسب مع ما يحصل في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيين يجب أن أعرف الحقيقة سيد علي رجاء أن تريد أن تمرر مغالطة كبيرة لا مجال المقارنة بين هذه الحالة التي تذكرها الجمعي يعرفها وهي منشورة في الإعلام سيد علي أرجو فقط أن أذكرك بأننا تحدث عن قريمة الإلقلاب وهي أم القراءة دعيني أحدثك عندما يكون لديك ضيف من العيب أن تقول أنك تغالط لأن هذا ليس من أدب الحديث لا أرجو أن أنت لن تعلمني أدب الحديث نحن نتحدث عن قريمة الإنقلاب القريمة الأكبر في البلد سيد علي أنت لن تعلمني ما أقوله وما لا أقوله أنا أتحدث عن المنطقة اللي تحاول أن تسوي قرآن اسمعيني 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 هذا رأيي وعليك أن تردي على رأيي بمعلومات بتثنيد لكن دون أن تستخدمي ألفاظ مثل مغالطة وغيرها لأن هذا لا يليس في كمه سيد علي نحن تحملنا هذا المنطق قبل الإنقلاب إلى أن وصل البلد لما وصل إليه وأنت تستكثر علينا النصف ما تقوله بالمغالطة سيد علي اسمعيني 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 في النهاية هذا هو رأيي أعطي الرأي الآخر أو اذكري الرأي الآخر دون أن تتجرحي في الضيف أنا لا أتجرح نحترمك وأنت ضيفنا الآن خلاص خلاص إذا لا تتهمي الآن لكن أنا أتحدث عن المنطقة التي تسوقه الآن أين المنطق في حديثكم أختي الكريمة وأنتم ليلة نهار تحرضون على الحوثيين بشكل طائفي نحن لا نحرض ننقذ ببساطة نحن ننقذ بزء بسيط من جرائمه نتحدث بموضوعية هذا التحيير الذي مارسته جناتكم والكثير من الجنوات المحسوبة على الطرف الآخر يما أنتج الوضع الذي نحن هنا يا سيد نتحدث بمنتهى الموضوعية نعم نحن نتحدث بمنتهى الموضوعية وإذا لم نكن موضوعين ما كنت ضيفنا اليوم أنت ضيفنا اليوم تتحدث أنت تتحدث الآن معنا لأننا نتحدث بموضوعية ونحن استعرضنا قبل قليل تقرير يشمل كل الأخطاء بما فيها الحكومة والتحارف إعلام يهدف لضرب الوحدة الوطنية أنتم وقنات المزينة وجهة الأمة واحدة تتحدثون كخطاب للجناء العسكري للطرف الآخر دعونا من هذا الأمر دعونا نصنع سلامنا دعونا نصنع حياته لليمنين نعم هي حكومة شرعية ومقاومة شعبية نعم هي ليست أطراف هي حكومة شرعية ومقاومة على الأرض يعني معتدا عليها لا شأنني الآن بالحكومة لا شأنني الآن بحكومة الفنادق حكومة لها أكثر من عام في الخارج إذن هذه الأوصاف التي تطلقونها أنتم عن الحكومة الشرعية كيف لا تعتبر نفسك وكيلا للإنقلاب تفضل دعيني أتكلم حتى لدقيقة صلي على النبي تفضل نعم لدي المنطق والحقق التي أنت سقتها قبل الإنقلاب نعم سأصاري ظهر معك حياة الحالة أهدأي قليلا أنا هادية جدا أتمنى أن تكون أنت هادئة تفضل تمام تمام واسأليني وانتظري حتى أجيب الدنيا حقا الله معي شلو ناشي الجنة صليا الدنيا عوافق الصدق ما هو السؤال؟ ماذا تريدي؟ فقط 8 أكثر من 8 ألف قتيل تفضل عوافق أي أتفضل ماذا؟ أتفضل وأنا أقول الكلمة وأنت تقول لي عشق ما الذي أتفضل؟ أتفضل سيد علي على ماذا أتفضل؟ ما هو المطلوب؟ أنت تريد أن تتكلم الآن أنت قبل قليل تتحدث عن حكومة الفنادق إذا أردت أن أتكلم إذا أردت أن أتكلم أصمتي قليلا أصمتي ثلاث دقائق ثم ردي تمام أتفضل سيد علي أتفضل المهم بسم الله الرحمن الرحيم أخت الكريمة اليمن يمر بحرب بأزمة ويجب أن نترك جميعا كلنا شاركنا في الخطأ كلنا مارسنا بعض التحريض في فترة من الفترات يجب أن نبدل خطاب التحريض وخطاب الحرب الذي تمارسه مختلف وسائل الإعلام المسيرة العربية الجزيرة أنتم الإعلام السعودي الإعلام الإيراني إعلام قناة المنار كلكم تمارسون للأسف بشكل أو بآخر تحريض الشعب اليمني من يدفع الثمن المواطن اليمني الذي في صنعه هو من يدفع الثمن لن أدفعه أنا وأنا في بيروت أو أنت وأنت في تركيا أو من في قطر أو من في الرياض يجب أن نسعى لتغيير خطابنا سجاماً مع مؤتمر الحوار في الكويت ونقول للجميع يا جماعة اليمن بحاجة إلى سلام اليمن بحاجة إلى تهدئة انسجموا مع هذا الخطاب الذي في الكويت لنسعى جميعاً إن شاء الله لفتح صفحة جديدة والدخول في عملية السلام تنتج سلطة جديدة يتشارك فيها الجميع يسلم الجميع السلاح لهذه السلطة مليشيات الحوثي أو مليشيات حمود المخلافي أختي الكلمة أنا لدي أكثر من 12 شكوى على حمود المخلافي بنهب أراضي داخل تأز هو مثله ومثل مليشيات الحوثي كلهم لصوص كلهم نهابين كلهم لم نجني منهم الشعب اليمين إلى المشاكل وبالتالي علينا أن نبني دولة جديدة جيد إذن أنت تتحدث الآن عن دعوات للسلام ونحن أيضاً تابعنا مواقفك الأخيرة وأنت تدعو دائماً إلى صناعة السلام في اليمن كما هي آرائك التي تنشرها هذا السلام الذي تتحدث عنه سيد علي ما هي ضماناته؟ طبعاً أنت أوردت الآن بأنه يتم تسليم السلاح للدولة وهذا أمر جيد أنت الآن تعترف بحق الدولة في احتكار السلاح لكن ما هي ضمانات هذا السلام التي تتحدث عنه؟ أنا أتحدث عن دولة تشاركية من الجميع لا أتحدث عن دولة هادي هادي هو الذي سلم كل المدن اليمنية للمليشيات سواء في الجنوب أو في الشمال والكثير يتهموا بهذا الأمر الضمانات لوجود الدولة أنا برأيي أن يتم تحييد المؤسسة العسكرية والأمنية وتسلم لشخصيات يمنية وطنية نزيها لم تشترك في هذا الصراع ولم تتلطق يديها بدماء اليمنيين ليكون تكون هذه المؤسسات مستقلة عن القرار السياسي أحياناً القرار السياسي يخوض حروباً بهذه المؤسسات حروب لاوطنية مثل ما خاض علي عبدالله صالح حروب لاوطنية سواء في الجنوب أو حروب صعدة للأسف خاضت بعض الأطراف كالحوثيين اليوم يخوضون حرباً في كل مكان من هي هذه الأطراف؟ أنا أقول أنها حرب لاوطنية من هي هذه الأطراف التي لم تتلطقها بهذه الحرب؟ من أين نستوردها؟ أنا لا أتحدث عن أطراف أخت الكريمة أنا كلامي دقيقة أنا أتحدث عن قيادات عسكرية ضباط شخصيات عسكرية لم تنخرط في الحرب الداخلية داخل اليمن وباعتقادي هناك مجموعة من الضباط الأكفاء والنزيهين الموجودين في بيوتهم يمكن عمل مجلس عسكري أو ما شابه ويجتمع هذا المجلس واتصاق له آلية ويكون قراره مستقل بما ينسجم مع القانون والدستور بحيث لا تتمكن السلطة من جره إلى معركة أو حرب داخلية كما هي جيوش العالم يعني ويفلت الانقلابيون إذن من الحساب وينقوا من فعلتهم وكل التبعات الانقلاب خلال الأرض يا أيدي يحاسبوا الكل يحاسبوا يا أبطي أريد أن يحاسبوا عبد الملك الخروجي وإن شاء الله يعلقوا في حبل المجنقة إن شاء الله طبيعة الحرب هو مقرم حرب يحاسبوا حمود المخلافي يحاسبوا صادق السرحان يحاسبوا من وردت أسماؤهم يحاسبوا من أباح اليمن لضرب الطائرات هناك عشر ألف مدني قتلتهم الطائرات التحالف بتوقيع من هذه هذه يجب أن يشلك مئات مرة كل مقرمية الحرب في البلد وخاصة نعم أنا مؤيد لك خاصة ولئك الذين صدرت بحقهم قرارات دولية كمقرمين حرب وملاحقين على رأسهم المخلوع صالح وابن أخيه ونقلو والمخلوع حادي نعم ولتذكير أيضا عبد الملك الحوثي وشقيقه أبو علي الحاكم سيد عبد العزيز المجيدي إذن الأستاذ علي البخيتي يتحدث عن صناعة سلام في اليمن مساعي سلام في اليمن لابد أن تتكاتف القهود لأجلها تدعو إلى دولة شاركية للجميع وأن يسلم السلاح إلى هذه الدولة التشاركية التي يتم صياغتها أو تشكيلها من أطراف لم تشارك في الحرب كيف تفهم أنت هذه الدعوات أولا دعيني أقول بأنه من القيد أن نرى علي البخيتي في طوره الأخير وهو يتحدث عن السلام وعن الأطراف المتصارعة وعن الميليشيات حمود المخلافي وهو يكرس كل قهده من أجل النيل من شخص مقاوم كحمود المخلافي اضطر لحمل السلاح مثل بقية أبناء تعز والمحاوضات الأخرى التي وقتت نفسها مكشوفة من غطاء الدولة وتحولت أجهزة الأمن والقيش إلى عبارة عن أدوات طائفية وأنا أستخدم هذه المفردة ونعني تماما ماذا تعني هذه المفردة عندما نقول بأن الميليشيات كانت عبارة عن ذراع إيراني في اليمن من أجل تدبير الإنقلاب وحالة الفوضى فهذا أمر قالته كثير من المرقعيات الإيرانية عندما كان علي البخيتي يبشر بثورة ويتكلم عن القمهورية الثانية في كثير من الكتابات والتناولات كان قبل الإنقلاب بيوم وكالة فارس تقول بأن كتائب الحسين تحيط كتائب الحسين يعني أيضا الحوثيين الميليشيات تحيط وتحاصر مدينة صنعا من جميع الاتقاهات بعد الإنقلاب بيوم واحد خرج علي زاركاني وهو عظ برلمان إيراني مقرم من المرشد خامنائي وهو يقول بأن هناك ثلاث عواصم عربية أسقطت وهناك عاصمة عربية في طريقها إلى أن تسقط بيد إيران وهي صنعا وقال بالحرف الواحد إن هذا يعني أن بعد إسقاط صنعا سيتم الوصول إلى العمق السعودي والأراضي السعودية نحن نتحدث عن قرم كبير تكب حق اليمنيين ميليشيات استخدمت لتحقيق أهداف إقليمية لدولة لديها أطمع وتتوسع وتتحدث بشكل معلن بأنها في النهاية تسعى لإبعاد ما تسميه الحرائق عن بلدها بمسافة 2500 كيلو متر كما قال قائد الحرس الثوري الإيراني قبل تقريبا شهرين من الآن وهو يتحدث تماما ويعني ما يقول 2000 كيلو وهي تعني أيضا أن المساحة تصل إلى اليمن بمعنى أن هذه الميليشيات استخدمت من أجل إشعال حريق داخل اليمن وضرب اليمنيين ببعضهم وبنفس الوقت أيضا تهديد الأمن الإقليمي للدول وليس أدل على ذلك من المناورات الأسكرية التي قرت على الحدود السعودية وتهديد الميليشيات عبر تصريحات منشورة وعبر قياداتها ويتتحدث عن الطواب حول الكعبة سيد عبد العزيز وعلى أيضا استكمال السيطرة على المحافظات وتاليا أيضا الوصول إلى الأراضي السعودية عندما نتحدث بهذا الشكل نحن نتحدث عن وقائع وعن أشياء ليست قابلة للنقاش وليست وقهة نظر حتى لكن مع هذا عندما يتم الحديث عن السلام وعن النتائج التي آلت إليها الحرب ستقدين بأن الميليشيات المخلوع علي عبد الله صالح وهي ميليشيات حقيقية وليست قيشا حتى نتحدث عن قيش وأجهزة أخرى مرتبطة به وتم بنائها طوال فترة حكمية على أسس عائلية عشائرية ولاحقا كشفت عن وجهها الطائفي وأصبحت تردد شعارا طائفيا نبت في طهران وقذفت به إلى عديد عواصل عربية طيب سيد عبد العزيز هذا أصبح معروف لجميع هذا معروف التي أدت إلى ما أدت إليه يجب أن نناقش القذور لكي نصل إلى النتائج نعم هو الآن يتحدث سيد عبد العزيز عن حلول مستقبلية حلول مستقبلية حول دولة تشاركية جديدة للجميع كنت سألتك عن هذه القزئية حول دولة تشاركية يشارك فيها جميع الأطراف وتحديدا تسلم السلاح حسب مقترح السيد علي البخيتي لمجلس عسكري لم يشارك في الحرب في هذه القزئية الآن يتم تسويق مشروع دعيني في هذه القزئية الآن يتم تسويق مشروع من خلاله يتم إعادة بناء قنبلة جديدة في اليمن شبيهة بالقنبلة التي تم بناءها في 2011 بواسطة المبادرة الخليجية وإعادة إنتاج علي عبد الله صالح ومراكز النفوذ العسكرية والقبلية داخل منظومة العقب بطريقة تسمح لهذه المراكز أن تعيد سيطرتها على البلاد وأن تعيد إدارة اللعبة بالطريقة السابقة كما تم عليه الأمر في وقت سابق هناك اتفاقيات كثيرة حصلت بين اليمنيين وهي عبارة عن مجموعة تسويات أبرزها كانت اتفاقية الطائف سبعين بين الملكين والقمورين ويتم الآن هندسة تسوية مشابهة تعيد بناء مراكز نفوذ داخل البلاد وأيضا تعيد في نفس الوقت التمهيد لحرب قديدة ستنتج مآسي وتمزق أكثر لأن البلد لم يعد يحتمل البلد على مقربة من التشضي على كل المستويات هناك دولة في القنوب تطالب بحق تقرير المصير وهناك مناطق كثيرة في الشمال لم تعد تقبل ولن تقبل أن تظل تحت هيمنة المركز السابق الذي تم إنتاجه بواسطة ما يسمى بحالة هيمنة الميليشيات التي تستند على مدام أسطورية عن حقها الإلهي في الهيمنة والحق وعن أصبيات كثيرة تستخدمها بفرض سيطرتها على اليمنين نعم سيد البخيتي إذن هذه الرؤية ربما يتبنها أيضا الكثيرون بأنه من المخاطرة الشديدة الذهاب إلى أي تسوية سياسية دون عدالة انتقالية مكتملة الشروط والأركان وربما القرارة الأمم 22-16 كفيل بإنجاز جزء من هذه العدالة التي يتطلع لها اليمنيون حتى لا تكون أي تسوية سياسية قادمة جزء أو قولة جديدة لحرب أخرى من السهل يا أخت أسوان أن نتحدث كثيرا وننظر ولكن كلام الإنشاء لا يفيد نعم نحن أمام واقع وعمام حرب وتسويات التي حصلت في التاريخ بين كل الأطراف التي تقاتلت تقول لنا أن هذه الأطراف تم جمعهم وتم إيجاد حكومة مشتركة منهم ودمج المجموعات المسلحة مع بعضها وإن شاء جيش وطني بمعايير جديدة لا تسمح بتكرار مثل هذه الحروب على الأقل هذا ما نأمل هناك إشكالية حقيقة الآن يجب أن نتعامل معها بموضوعية نعم سيد علي ولو قاطعتك سيد علي ولو قاطعتك في هذه الجزئية أرجو أن تذكر لنا مثالا لتسوية سياسية واحدة انتهت بإعادة دمج القتلى والمقرمية الحرب ضمن التشكيلات ومضت هذه التقربة إلى سلام مستدام يعني كل التقارب في العالم التي انتقلت من حالة الاحتراب إلى حالة السلام اقتضت عدالة انتقالية وإلا كانت كما أسلفنا هي قولة جديدة للحرب ما لم أعطينا أنت مثالا لما تقول اعطيني أنت مثالا لحرب في الوطن العربي تم فيها عدالة انتقالية أنا أتحدث عن منطقة الشرق الأوسط لا دخل لي بأوكرانيا وبعض الدول الأوروبية وعالم ما وراء البحار نحن نتحدث عن الوضع الحالي ووضع اليمن في النهاية يا أختي الكريمة الكل مارس أخطاء الكل مارس جرائم هناك جيش يمني من أكثر من 500 ألف الجيش اليمني الأصلي وهنا جيش صنعته الرياض يسمى الجيش الوطني اليمني أين سنذهب بال500 ألف بالعكس هذا الكلام من صالح المجموعات المسلحة وعرأسهم الحوثيين عندما تم حل الجيش العراقي في العراق عندما دخلت القوات الأمريكية ذهبوا أغلبهم مع المجموعات المتطرفة وأنتجوا الوضع الحاصل وبالتالي علينا عمل مواءمة بين الجيش الموجود حاليا الذي يقال أنه تابع العلي عبدالله صالح وبين المجموعات التي أنشأتها السعودية والإمارات وبقية الدول وبين المجموعات التابعة لحمود المخلافي والتابعة للحوثيين يجب إنتاج معادلة جديدة وبصيقة وطنية وصهر هؤلاء جميعا في جيش وطني بقيادة جديدة بعيدة عن الأطراف السياسية قدر المستطاع هذا هو الممكن والمتاح لنا أما الكلام الإنشاء والأحلام والتنظير في إمكاني أن أحدثنا في عشر ساعات من الآن لكن هذا من يشبعنا نعم سيد عبدالبخيتي أنت تقصد ذلك الميليشيات الإنقلابية التي غزت العاصمة صنعاء ونهبت المعسكرات ونهبت أيضا الرتبة العسكرية يعاد تشكيلها ضمن القيش الوطني يعني مثلا أبو علي الحاكم الذي أصبحت الآن برتبة عسكرية عالية سيعود ضمن القيش الوطني طبيعي اسمعيني أقول لك أنا كنت في مؤتمر الحوار الوطني ممثلا للحوثيين نعم ناطقا بإسمي أدرى بمخرجات الحوار أدرى بمخرجات الحوار منك ومن ضغفك الكريم أنا لا أتحدث الآن رأيي الشخصي هناك نصوص داخل مخرجات مؤتمر الحوار كتبتها أنا بيدي في فريق قضية الصعدة تنص على دمج الحوثيين في كل مؤسسات الدولة بما فيها العسكرية والأمنية بالتزامن مع تسليمهم للسلاح وانسحابهم من المناطق التي يسيطرون عليها ولكنكم انقلبتم على هذه المخرجات ولكن الميليشياء انقلبت على هذه المخرجات دعيني أكمل الفكرة رجاء دعيني أكمل الفكرة مثل ما تترك الضيف الآخر وقع الجميع وقع حزب الإصلاح وقعت السلفيين وقع الرئيس هادي على هذه المخرجات من انقلب على المخرجات سواء هذا الطرف أو ذاك هذا نقاش آخر الدولة بقت لعام كامل لم تنفذ المخرجات على رأسها هادي والحكومة التي كانت موجودة وبالتالي هي شاركت في الإنقلاب بشكل أو بآخر أتى الحوثيين وأكملوا المشوار وأسقطوا الدولة وأسقطوا مؤسساتها وعاثوا فسادا في الأرض كما عاث هادي وابنه جلال جلال هادي ارتكب بلاوي أكثر من ما ارتكبه الحوثيين إذن جلال هادي سيد عبد العزيز المجيدي جلال هادي ارتكب قرائم أكثر من الحوثيين كيف تعلق سيد عبد العزيز المجيدي إذن هادي وابنه جلال ارتكبوا قرائم أكثر من ما ارتكبها ميليشيا الحوثي جلال هادي وعنبي هنا هنا موجود من أقل توضيح الحقائق وقراءة الأمور كما هي عليها على الأرض تتقط المفارقة يعني ما حدث هو أن هناك ميليشيا تنقلبت على مخرجات حوار وطني التي يقول الأخ علي أنه كان جزءا منها وكان هو بالفعل من يشكل الواقه السياسية والديكورية لتحسين قبح الميليشيات ومحاولة انتاج صورة إلى حد ما مقبولة عند الناس وهو شكل من أشكال التضليل الذي تورط فيه الأخ علي نفسه وكان يشتغل بطريقة عقيبة قالتنا نركض خلف تحولاته بطريقة لم نستطع تداركها الميليشيات التي انقلبت على مخرجات الحوار الوطني ومخرجات الحوار الوطني بالتأكيد كانت تنص على صيغة دمك للميليشيات ضمن فكرة معالقة قضية صعدة وإعادة أيضا المقاعدين قصرية من أبلاء المحافظات القنوبية سواء في القيش أو الأجهزة الأمنية وغيرها الميليشيات عندما ذهبت إلى انقلاب رفضت كل ذلك مستقوية بالسلاح وبأيضا تواطى وتحالف علي عبدالله صالح الذي لم يصنع قيشا بالأساس وإنما قيش صنع عصابة مهمتها السيطرة على التباب والأراضي والتهريب وتجارة الممنوعات بكل أشكالها وبالتالي نحن لا نتكلم عن قيش أعتقد عندما يتكلم يقول أن هناك القيش الأصلي ولا أدري ماذا يعني في القيش الأصلي يبدو أنه فقط يتحدث عن قيش أصلي ينتمي لمناطق محددة هذه الأصالة تنتك بالتأكيد لافتة لمسمى وطني كما يتوهم أو كما يقول وبالتالي نحن أمام حالة عقيبة لا يتم محاسبة المتورط بارتكام قرائم حرب لا يتم المحاكمة لهؤلاء الناس ابن هادي إذا كان قد تورط في أشياء مخالفة فأعتقد أنه كان ينبغي الضغط من خلال القنوات الدولة وأجهزة ومؤسسات القضاء من أجل محاسبة ومواجهة في أي تورط أو عملية مخالفة تمت لكن أن تذهب المسألة باتقاه قلب نظام بلد والسيطرة على مقاليد أموره وزرح حالة الفوضى ضرب سلمه الاجتماعي ويبذر الشقاق والانقسام خدمة لمشاريع وقندة خارجية هذا أعتقد قرن فادح وأعتقد بأن تقربة 2011 التي قامت على شكل من أشكال التسوية التي تتقاوز حق الضحايا في الإنصاف كما هي عليه في مبادئ العدالة الانتقالية أنتقت لنا هذه القريمة البشعة والكبيرة التي يحاول الأخ علي أنتقاوز وتزويقها سأنتقل الآن لسيد علي سيد عبد العزيز سيد علي البوخيتي الآن من خلال الطرح الذي أنت طرحته ومن خلال اقترابك كما أشرت أنت من ميليشيا الحوثي ومعرفتك بهم عن قرب وأنت كنت ناطقا رسميا باسمهم في مؤتمر الحوار الوطني هل نفهم من هذا الكلام ومن هذا الطرح أو المقترحة التي أنت الآن تسوقها أنه لن يتم إنجاز تسوية سياسية في الكويت ولن يتم تنفيذ القرار الأممي 22-16 الذي يقضي بتسليم السلاح للدولة والانسحاب من المدن طبعا أتحدث عن الدولة هي دولة هادي بحسب القرار الأممي 22-16 في عقالة أرجوك سيد علي أختي الكريمة هناك الآن إشكالية حول تعريف دولة هادي لأن ضيفك الكريم وقع في تناقض كبير يقول أن الجيش الذي أنشاه علي عبد الله صالح هو جيش غير وطني واتهم أن هذا الجيش عائلي وبالتالي حروب الحوثين الست انشق عن جيش الوطني هذا لا يوجد يوجد إنشي الوحدات التي في صنعها بالكامل الوحدات المنتشرة في كل مكان التي تقولون أنها تحاصرتها أي Systems جيش اليمن الذي انشاه علي عبد الله صالح عندما نتاهم هذا الجيش أنه جيش عصبوي جيش كذا جيش كذا وبالتالي حروب الحوثيين لستة حروب كانت صحيحة وبالتالي انقلابهم على السلطة كان صحيح لأن هذا جيش ليس وطني ولم تكن هناك دولة ولا جيش ولا غيرها هم يقعون في الكثير من التناقضات لا أعتذر عن مقاطعتك نعم لكن ليس فيها أي تناقض هو قزء من الجيش كان ولائه إلى المخلوع علي عبدالله صالح وبالتالي هو من نفذ كل هذه القرائم بتحالفه مع أميشي الخلاصة بغض النظر الطعن في الجيش اليمني وفي المرحلة السابقة هو إثبات لشرعية معارك الحوثيين وهذا خطأ الذي ذهب إلى عمران وقال أن عمران عادت لسيادة الدولة والتقى ببو علي الحاكم بعدما سيطروا على عمران هو عبدربه منصور هادي وليس علي عبدالله صالح على فكرة من باب التذكير الذي سكت عن وصول الحوثيين إلى صنعاء هو عبدربه منصور هادي وليس علي عبدالله صالح الذي ترك البشيبي يذبحه الحوثيين هو عبدربه منصور هادي لا يعني تتركونا من المزايدات تتركونا من الأكاديم إذن هل ستنفذ الميليشيا برأيك هل ستنفذ برأيك الميليشيا القرار الأممي نعم نعم سينفذ الجميع غصبا عنهم وسيتم تسليم السلاح إلى الدولة لكن الخلاف أختي أسوان ليس على أن أحد يرفض تسليم السلاح الخلاف هو على من هي الدولة التي ستستلم السلاح لأنه بصراحة لا ثقافي هادي هادي أكبر نكسة أصيبت بها اليمن على مر العصور وبالتالي لن يسلم أحد السلاح لهادي والجميع يعرف ذلك بما فيهم التحالف هو فقط بحاجته كشماعة لحين الوصول إلى تسويع لا نعرف أنتم عندما تتحدثوا عن السلام وعن تسليم السلاح لكن لن نسلم السلاح لهذه لا أدري لأي كائنات أنتم تريدون أن نخلقها لتسلموها السلاح سيد عبد العزيز المجيدي أخيرا ما تعليقك على هذا الطرح وهل ترى فعلا في ظل هذه الطروحات العائمة وغير الواضحة أن هناك فعلا أفق لمشاورات الكويت القادمة أولا دعيني مرضى الحروب الستة التي اندلعت في محافظة سعدة هي كانت عبارة عن صراع أقنحة داخل السلطة بين علي عبد الله صالح وعلي محسن الأحمر وكان يتم توريط وحدات الفرقة الأولى مدرع من أجل تصفيتها في حروب كان علي عبد الله صالح يزود الحوثين بسلاح ويزودهم بكمية أكبر من السلاح المطلوب لوحدات الفرقة الأولى مدرع كما هو شاع وأصبح معروفا لدى الكثيرين عندما نتحدث عن قيش غير وطني نتحدث عن هذه النقطة الرئيسية التي حولت القيش إلى شكل من أشكال العصابات التابعة لطرف ما هنا أو هناك ومع هذا القيش الذي يقول أنه قيش وطني هو القيش الذي سلم العاصمة والمحافظات الأخرى ولولا لم استطاع الحوثي أن يتقاوز حتى منطقة دماغ وهذا أمر أصبح معروفا ولا يحتاج إلى كثير نقاش في هذا القانب عندما نتحدث عن سلام السلام يجب أن يكون سلاما دائما يرسي حالة استقرار داخل البلاد يقضي على الأسباب الحقيقية لإندلاع أزمات وحروب قديدة أنا لا أدري كيف سيتم من أين سنأت بكائنات فضائية تستلم السلاح هذه القصة تكررت مرة أخرى بعد 2011 بعد مؤتمر الحوار الوطني كان الحوثيين يقولون من هي الدولة التي سنسلم لها السلاح نعم وهذه الذرائع ليست يدعا عليهم أشكرا وشارك في كل هذه الكوارث التي تمت وأتم تسليم سلاح الدولة بالكامل للميليشيات وأصبحت الميليشيات الآن تبحث عن الدولة التي دمرت بقاياها هي ذات الذرائع التي سمعناها من قبل لمن نسلم السلاح وأين هي الدولة إلى أن تم إسقاط الدولة عموما أشكرك جزيل الشكر الأستاذ وسيد عبد العزيز المقيدي الصحفي والكاتب كنت معنا من تعيز أيضا الناشط السياسي والكاتب علي البخيتي والناطق باسم ميليشيا الحوثي في مؤتمر الحوار كنت معنا من بيروت في ختم حلقتنا من برنامج فضاء حر لهذا المساء تقبلوا تحياتي أنا أسوان شاهر ومن فريق الإعداد أسامة القطيبي وعصام القيسي وكافة الفريق الفني للبرنامج أيضا العزيزة إلهام عامر ألقاكم الأسبوع القادم في نفس الموعد في أمان الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر